أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك الأوروبي خاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك في نجاح العملية التنموية في مصر جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب عن التطلع لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون مع البنك في ظل عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خاصة في مجالات الطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ كوب 27 وفي ضوء الزخم العالمي الذي تحظى به قضية التغيرات المناخية وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي والعمل على زيادة مساهمته في تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في نصر من جانبها أشادت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنجاح نجوء الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومن ثم حرص البنك الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر خاصة فيما يتعلق بتمويل مشروعات التحول الأخضر